قبل تفاصيل هذه العنوين نستعرض سوية عنوين من الصحافة التركية البداية من صحيفة حريات التي تناولت خبرا عن المساعدات الدولية لضحايا الزلزالين في جنوب تركيا الصحيفة أشارت إلى أن المساعدات المادية والمعنوية عن طريق الحملات الشعبية تساعد في التئام الجروح التي خلفتها الكارثة مشيرة إلى الحضور البارز لشخصيات رياضية تركية وأجنبية للمشاركة في الحملة عن طريق بث مشترك للقنوات التركية المتلفزة جمع في هذه الحملة أكثر من 845 مليون ليرة تركية ومن ضمن المشاركين كانت شخصيات رياضية عالمية ومحلية مثل المدرب الإسباني جوارديولا والمدرب الفرنسي أرسين فينجر واللاعب الفرنسي بابي والمدرب التركي فاتح ترم ومن صحيفة جونش نقرأ خبرا عن إنشاء بلدية سامسون خيمة سينمائية في ولاية قهرمان مرعش للأطفال المتضررين من الزلزلين تقول الصحيفة إن الأطفال غمرتهم الفرحة فتلك فرصة لابتعاد عن أجواء البؤس التي خلفتها الكارثة الخيمة عرضت فيها أفلام كرتونية ومواد أخرى للتسلية وهي خطوة يسعى القائمون عليها لتوفير جو من الأمان لتعجيل تعافي أطفال هالهم مرأوه في الأسابيع الماضية أيضا من قصص زلزالي مرعش تنشر صحيفة تقفيم عن أسرة أنقذها كلبها في ولاية هاطاي تقول ربة المنزل إن الكلب بدأ بالنباح قبيل الزلزال وبادر إلى لعق وجهها ثم ظهرت عليه تصرفات غريبة وهذا ما دفع ربة المنزل إلى التنبه لاحتمال وقوع كارثة فنجت بنفسها وأسرتها قبل انهيار البناء الختام من صحيفة صباح التي تناولت قصة الطفلة المعجزة التي حوصرت تحت أنقاض أحد أبنية ولاية هاطاي بعد 128 ساعة من وقوع زلزالي مرعش الطفلة التي تبلغ من العمر شهرين لم تتمكن فرق الإنقاذ من العثور على والديها ولهين العثور عليهم ومعرفة اسمها أطلق عليها من الفريق الطبي الذي تعالج لديه اسم المعجزة